السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يربي تكونون بأحسن حال يا هلو غلا فيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة لأول مرة يشوفني يلي تضغط على زر الاشتراك وكمان اعطوني لايكات كثير لهذا الفيديو ولمحبين القصص هيلقونا في قوائم التشغيل في قسم قصص حقيقية وأعتذر أني أطيب بالمقدمة اليوم لأن كثير تجيني أسئلة إيش هي قوائم التشغيل يا زيزي ما نعرفين وينها قوائم التشغيل لما تفتحون الصفحة الرئيسية للقناة حقتي حتلاقون فوق يعني فيه خيارات كذا الصفحة الرئيسية الفيديوهات الشورتس فيه خيار من ضمنها مكتوب جنب المنتدى اسمه قوائم التشغيل وطبعا أنا عارفة أنه كثير منكم عارفها ولكن فيه برضو كثير ما هم عارفينها فعشان كذا يعني نستأذنكم أني أنا أطلت المقدمة اليوم ونبدأ بقصة اليوم وتقول صاحبة القصة يا هلا والله أحيانا الابتلاء كذا يكون ما هو في الحسبان وما له أي مقدمات فجأة كذا يعني حتى ما له أي علامات فجأة كذا بين عشية وضحاها يقع البلاء فاليوم أنا ما جاء تحكي لكم يعني قصة الابتلاء اللي صابني بقدر ما أنا ودي تعرفون ما بعد الابتلاء ودي تعرفون وقع هذا البلاء وهو الشيء هذا المهم اللي أبوصل لكم من رسالتي فأنا يعني رسالتي هذه أو قصتي هذه اعتبرها رسالة خاطري إنها توصل لكل أهل مبتلة أنا كنت ثالث ثانوي وكان دائما تجيني حال الصداع صداع صداع نصفي بس إني دائما يعني كنت معتادة عليه كنت يعني مدمنة مسكنات دائما المسكنات هذه في شنطتي ما تنقطع وأغلب شيء يعني الألم خلف الأذن وكذا تحسونه متصل بالعين ما عمري يعني حسيت بشيء غير هذا الصداع مجرد ما أخذ المسكنات كنت يعني كنت ترتاح الحمد لله يروح الصداع في يوم من الأيام كنت في المدرسة وكنت في الطابور الصباحي للمدرسة فجأة كده ما حسيت بنفسي إلا أنا في المستشفى إيش اللي صار طبعا حنا كنا في قرية صغيرة جدا المستشفيات حتى بعيدة عننا يعني أقرب مستشفى ممكن لنا كان مسافة ساعة صحيت فجأة وأنا كده في الطوارئ قالوا لي أن قسم الأشعات عندهم كده عطلان ولازم تروحون مستشفى أكبر طبعا جوا أهلي وكده فقلت لأهلي والله أني طيبة يعني لا تودوني إلى مستشفى ولا شي أنا أحس أنه ما فيني شي يعني ما دري يمكن أغمى عليه كده فجأة أنه أنا طيبة يعني ما فيني ولا شي ما أحس بألم ولا أي شي بس أني كنت ما أقدر يعني أفتح عيوني ما دري كده نو ما حس أنه كابس علي نو طبعا قالوا لي أهلي خلاص تمام طيب ورجعنا البيت فصرت أنام فترات طويلة طويلة جدا وأهلي حقيقي خايفين علي اللي كانوا يراقبوني كانوا يصحوني كده بالقوة بالقوة أصحى أقوم أصلي كنت أنام وسط الصلاة وسط السجود وأنا ساجدة ينفجعون أصلا إذا سمعوا شي خيري وأنا نايمة وأنا ساجدة فأحيانا حتى كنت أنام وأنا آكل ولا أحس بنفسي على هذا الشيء نهائيا وللمعلومية يعني أنا ما عندي أي ألم حتى الصداعة اختفى وقتها بس ما حاد أقدر يعني على الأكل خفت شهيتي بشكل فضيع بعد قدرت آكل ونسدت نفسي ونحفت بشكل فضيع عادي هنا تأكدوا أهلي إن أنا عندي مشكلة فعلى طول أخذوني وأخذوا تحويل لي على مستشفى أكبر واستقبلوني طبعا إشاعات وتحاليل وإجراءات يعني معينة فطلع عندي اشتباه ورم في الغدد اللينفاوية خلف الأذن وقالوا لازم ناخد خزعة وبإذن الله أنه خير فناس كثير يعني تكون مجرد التهاب وتروح وكتبوا لي خروج وأعطوني موعد الموعد هذا للمراجعة كان بعد ثلاث أسابيع ما مر أسبوع إلا والمستشفى يتصلون وطلبوا حضورنا لكن هذه المرة قالوا التنويم ولازم نعيد الأشعة لها ونعيد الخزعة ونحتاج أشعة حتى صبغة فبديت أقلك لكن بصراح ما كان في شيء خوف يعني ما كان في ألم وهذا يمكن الشيء اللي كان مطمني يعني لو كان شيء خطير كنت تألمت كنت تتوجعت فجلست أطمن نفسي وأطمن أهلي إنه إجراء عادي إن شاء الله تنومت يومين حتى المغذي ما عطوني إلا أول ما دخلت بس وبعدين قالوا خلاص ما تحتاج ثالث يوم من مكوثي في المستشفى دخل عندي استشاري قال لي كيفك قلت الحمد لله قال وين أهلك يعني أحد معاك قلت لا فبكل برود قال لي اتصلي عليهم ترى أنت طلع عندك ورم خبيث وينتشر ولازم كيماوي وموقع خطير جدا في المخ واحتمال دخولك في غيبوبة طبعا يا الله ما أقول لكم كيف كان موقفي يعني لا يوصف تخيروا إنسانة بريئة كبة صغيرة ما عندي حتى خبرة في الحياة أهلي موم حولي ولا في حياتي توقعت أني صير لي كذا نقل الخبر كأنه يقول يعني أنت عندك زكام كنت أقول لنفسي ربي ليش يقول لي يعني أني أبلغ أهلي وأنا أنتظرة طبعا يقول لي أن أنت طيبة ويلا خروش خلاص كانت أقوى صدمة لي في حياتي وهو واقف رح تدقيت الجوال ما أدريش أسوي المهم أول ما أسمع صوت أمي قلت يوم ما الحقييني الدكتور يقول أنت عندك سرطان وكذا واني حتخل في غيبوبة بعدها أنا رميت الجوال ما عاد يعني أحس بشي صرت أصرخ صرت أحط يديني كذا في إذني وأصرخ أصرخ لا شعوريا دخلت في حالة هستيرية من الخوف تشنجت يعني أطرافي كذا تشنجت ما قدرت أوقف يعني إلين فقدت الوعي تماما من سوء تعامل وكيف أنه نقلل الخبر عاد أنا ما أدري صراحة كيف وصل الخبر لأمي ولا كيف تقبلت الخبر صحيت بعدها وأهلي كانوا كلهم حولي لكن أنا ما كنت أدري أنا في أي وقت أنا في أي منطقة أي زمن ما كنت أعرف شي خلاص يعني أحس أنه سكن بداخلي خوف خوف فضيع لدرجة أني ما كنت أبغى حتى لا يكرونكم أروح الحمام يعني بعيد عن أمي كنت أخاف نمت هذه الليلة وكان النوم يعني غلابة كذا كنت منطوية على نفسي وفي حظن أمي حظن أمي اللي ما وقفت عيونها عن البكة تم تحويلي للرياض تحويل سريع طبعا في إخلاء طبي خلال يوم واحد وطبعا أهلي بس وصلوا هناك قالوا لهم كيف أنه نقلوا لي الخبر وكذا لأنه كانت حالة النفسية جدا سيئة لذلك على طول حددولي يعني المواعيد متزامنة مع مواعيدي في مستشفى عيادة نفسية في نفس المستشفى وبدأت رحلة الكيماوي أمي وأبوي وأخواني صراحة كان لهم دور كبير في تعديل نفسيتي أمي كانت ليل ونهار تقول يعني أنه أمر حادي وأنه شي طبيعي وأنه بيعدي وأنه برجع طيبة فمع الاستشاري النفسي علمني على أساس الشفاء بعد الله سبحانه وتعالى أنه الحالة النفسية للمريض هي أساس الشفاء بعد الله فكان الدكتور النفسي وريني ملفات بنات تدهورت نفسياتهم وطولت حتى مراحل العلاج وبنات مارسوا حياتهم عادي طبيعي وكانت فترة العلاج حتى أقل من سنة وهنا أنا بديت استجمع قواي وحاول أني أتقلم يعني لكني كرهت شكلي مرة مرة كرهت شكلي يعني انحفت بشكل فضيع طاح شعري حواجبي يعني كان الورم يضغط على عصب العين حتى أنه يعني صغرت واحدة من عيوني والجزء الخارجي منه استأصلوا وأخذوا جزء من شحمة الأذن وطاحت أسناني الأمامية من الكيماوي وعاد أنتم تخيلوا منظري كيف صار بشرتي وجهي صار يعني كأنه حروق عيوني ضامرة إذن مشرومة وصلع طبعا منعتني حتى أمي إني أشوف نفسي في المراية كنت أتدهور يعني من أي عارص صحي جيني بسيط وأتنوم أيام كرهت الأعيات كرهت المناسبات من نظرة الشفقة يعني وشكل الملابس كان علي شكلها فضيع ما أوصف لكم كيف لكن كان عندي أهل والله العظيم أنهم درع حصين لي بعد الله تصدقون ما قد شفت دمعة أمي كل يوم تأكد لي أني أنا طبيعية كل يوم تضحك معاي كل يوم تسولف معاي كل يوم تأكد لي أمي أن المدرسة تنتظرني بعد ما تشافها ما كانت تقولوا يعني كذا بأسلوب شفقة ورحمة لا كانت حازمة نظراتها يعني كانت تؤكد لي أنه فعلا أنا بأشفى كانت يعني لما تقول لازم تتحسن صحتك مو يروح الكانسر عنك خلاص تكون انت عبانة تبطلين دراسة وكذا ودي العبانات ترى ما عندي شعرك أول ما يطلع أول ما يطلع بيكون له عناية خاصة والله إنها سوت لي جدوى العناية في عز مرضي غرست فكرة الشفاء بدون توقع سلبي أبدا كانت قومني الفجر مع أخواتي كنا نفطر وأساعدهم ما بعمرها عاملتني معاملة خاصة أو حسستني أني أنا مريضة أبوي أخواني أخواتي أرجع من جلسات الكيماوي وأنا خلاص شبه ميتة من التعم كانوا يساعدوني كل ما يقدرون من ضحك سوالي فعاليات والله أهلي آه يا أهلي والله ما أقدر أرد جزء بسيط من جمالكم علي مرت فترة العلاج بكل ما فيها من عقبات تدرون متى شفت دمعة أمي وصياحها وسجودها يوم قال لها الطبيب خلاص ما عاد تحتاجين أي كيماوي أنت تعافيتي تماما من الكانسر بس كلها يعني فترة مراجعة كده كل شهر أو شهرين إلين تستعدين صحتك تماما وقتها بس والله العظيم انهارت أمي بعد تماسك دام سنة كام لما شفت دمعتها فهذه مني رسالة لكل شخص في بيتهم مريض لكل أهل في بيتهم مريض سرطان أو أي مرض يعني أي فشل أي عضو يعني في جسمهم مريضين يعني أرجوكم خلاص ترحنا ما حنا محتاجين رحمة وشفقة ودموع وحزن خلاص ما رح يعني تنفعنا بشي بالعكس ممكن تخلون نفسية الشخص هذا في الحضيظ أرجوكم ترحاني نفسية للمريض هي أساس شفاءة بعد الله سبحانه وتعالى لا تهلكون بتوقعاتكم السلبية المؤلمة أنا الآن الحمد لله فأتم صحتي وعافيتي طلع شعري ارتوى جسمي كمل دراستي ولا بعد انخطبت يا رب لك الحمد يعني بس والله العظيم ما أنسى نظرات بعض الأقارب وهم صبرون وهم يتخيلوا وكانوا يقولون لها تقبلي أنك حتف قدينها يقولون لها يعني ترى ماذا السرطان يموتون فجأة راك بيها بنتك لا تموت في الليل وانتي منت بجنبها كنت أسمعهم كنت أتألم أرجوكم ارحموهم خلاص يعني كل من يعاني ارحموه خلوكم سبب في أنه يتخطى مو أنه يرجع الوراء وأخيرا بس أقول اللهم مشفي جميع المرضى وعافهم وخفف عن كل موجوع ذاق الألم ولا أراكم الله مكروه وأبعد الله عنكم المرض والبلاء والضيق يا رب العالمين إلى هنا انتهت قصتنا لليوم أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله إلى ذلك الوقت أستودعكم الله